ما تحظى بتلك المكان عند مراجع النجف أما في القرآن فمكانة الرجعة هذه هي في سورة النحل في الآية الثانية والعشرين بعد البسملة من سورة النحل فالذين لا يؤمنون بالآخرة قلوبهم منكرة وهم مستكبرون هذا هو تفسير القمي وهذه الرواية عن أبي حمزة الثمالي عن إمامنا الباقر صلوات الله وسلامه عليه في هذه الآية فالذين لا يؤمنون بالآخرة يعني أنهم لا يؤمنون بالرجعة أنها حق قلوبهم منكرة يعني أنها كافرة وهم مستكبرون يعني أنهم عن ولاية علي مستكبرون هذا القرآن قرآن محمد وآل محمد هذا مقرآن الوائلي ولا قرآن أبو الوائلي ولا قرآن جد الوائلي وهذا مقرآن السستاني ولا قرآن الخوئي ولا قرآن محمد باقر الصدر هذا قرآن محمد وآل محمد وهذا تفسيره والقرآن هو نفسه يقول نفس القرآن في سورة آل عمران في الآية السابعة بعد البسملة وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم ما قال والسستاني ومحمد باقر الصدر ومحمد حسين ومحمد حسين فضل الله وطباطبائي والخوئي والوائلي والفخر الرازي القرآن هكذا قال وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم والراسخون في العلم محمد وأهل محمد مهاي السرابيت الراسخون في العلم محمد وآل محمد فالقرآن لا يعرف تفسيره ولا يعرف حقائقه إلا هم صلوات الله عليهم هذه الآية الثانية والعشرون بعد البسملة من سورة النحل فالذين لا يؤمنون بالآخرة الإمام الباخر يقول بالرجعة قلوبهم منكرة يقول قلوبهم كافرة وهم مستكبرون مستكبرون على ولاية علي فالذي لا يؤمن بالرجعة قلبه كافر القلب الكافر هل يكون عند المؤمن القلب الكافر عند الكافر هذا القرآن وهذا تفسيره ونحن بايعنا في بيعة الغدير أن نأخذ تفسير القرآن منهم لأن نأخذ تفسير القرآن من الفخر الرازي أو من سيد قوت أو من هذا الأخرق الذي يتكلم أو من المراجع الذين يؤيدونه من مراجع النجف السفهاء هكذا بايعنا في بيعة الغدير أن نأخذ تفسير القرآن من علي وآل علي هذا قرآنهم وهذا تفسيرهم هل أنا على حق أم أنا على باطل إذن لماذا لا تقفون معي إذن لماذا لا تضمون أصواتكم إلى صوتي لماذا إذا كنتم تقولون نحن أشياع الحجة بن الحسن إذا كنتم تدعون أنكم أشياع علي وآل علي هذا هو القرآن وهو الوائلي يقول هكذا من أن الرجعة ما تحظى بتلك المكانة مجرد فهم من كتاب الله والسناد إلى بعض الروايات التي قد لا تسلم هذا هو كتاب الله وهذا تفسيره فالذين لا يؤمنون بالآخرة بالرجعة الباقر يقول أقرأ الرواية عليكم عن أبي حمزة الثمالي قال سمعت أبا جعفر عليه السلام إنه الباقر صلوات الله عليه يقول في قوله فالذين لا يؤمنون بالآخرة يعني أنهم لا يؤمنون بالرجعة فالذين لا يؤمنون بالآخرة يعني أنهم لا يؤمنون بالرجعة أنها حق قلوبهم منكرة يعني أنها كافرة وهم مستكبرون يعني أنهم عن ولاية علي مستكبرون فالذين لا يؤمنون بالآخرة بالرجعة قلوبهم منكرة قلوبهم كافرة وهم مستكبرون مستكبرون على ولاية علي صلوات الله وسلامه عليه في السورة نفسها في السورة نفسها في سورة النحل في الآية الثامنة والثلاثين بعد البسملة وأقسموا 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 بالله جهد أيمانهم لا يبعث الله من يموت بلى وعدا عليه حقا ولكن أكثر الناس لا يعلمون في الآية التي بعدها ليبين لهم الذي يختلفون فيه وليعلم الذين كفروا الذين لا يؤمنون بالرجعة أنهم كانوا كاذبين إنما قولنا لشيء إذا أردناه أن نقول له كن فيكون لا أريد أن أقرأ هذه الآيات وقد قرأتها عليكم وذكرت لكم تفسيرها في الحلقات الماضية ماذا جاء في تفسيرها عن إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه يسأل أصحابه ما يقول الناس فيها باعتبار أن الآية هكذا تقول وأقسموا بالله قسم بالله وأقسموا بالله جهد أيمانهم لا يبعث الله من يموت الإمام يسأل أصحابه ما يقول الناس فيها قال يقولون نزلت في الكفار قال إن الكفار كانوا لا يحلفون بالله وإنما يحلفون بالله والعزة وإنما نزلت في قوم من أمة محمد صلى الله عليه وآله قيل لهم ترجعون بعد الموت قبل القيامة فحلفوا أنهم لا يرجعون فرد الله عليهم فقال ليبين لهم الذي يختلفون فيه وليعلم الذين كفروا أنهم كانوا كاذبين يعني في الرجعة فالذي لا يؤمن بالرجعة كافر بصريح القرآن ليس في هذين الموضعين فقط إذا أردنا أن نتصفح القرآن من أوله إلى آخره فهناك الكثير من المواطن التي يصرح القرآن فيها من أن الذي لا يؤمن بالرجعة هو كافر قطعا بحسب تفسيرهم نحن لا نتحدث عن قرآن من دون تفسيرهم أنا أحدثكم عن قرآن مفسر بتفسيرهم وهذا هو الذي بايعنا عليه في بيعة الغدير إذا عزلتم القرآن عن تفسيرهم هذا نقض لبيعة الغدير أول بند من بنود البيعة التي بايعنا عليها رسول الله وبايعنا عليها أمير المؤمنين أن نأخذ التفسير فقط من علي وآل علي وهذا هو الذي أطبقه في برامج وفاء لبيعة الغدير التزام ببيعة الغدير لا شأن لي بتفاسير مراجع النجف التي يتبعون فيها منهج النواصب ويأخذون فيها المنهج العمري حسبنا كتاب الله ويضعفون الأحاديث التفسيرية وفقا لمنهج البخاري ومنهج الشافعي بحسب قذارات علم القنادر هذا الذي يسمونه بعلم الرجال والذي هو مناقض لمنطق القرآن بدرجة مئة بالمئة ومناقض لمنطق العترة الطاهرة بدرجة مئة بالمئة وقد فصلت القول في ذلك وسأعود مرة أخرى في الحلقات القادمة لا في هذه المجموعة وإنما في مجموعة الحلقات التي سأتناول فيها تأريخ حديث أهل البيت سأعود إلى هذا الموضوع بالتفصيل فالآية هنا وهي الثانية والعشرون بعد البسملة من سورة النحل فالذين لا يؤمنون بالآخرة بالرجعة قلوبهم منكرة كافرة وهم مستكبرون على ولاية علي المستكبر على ولاية علي كافر بصريح القرآن إذا ذهبنا إلى الآية السابعة والستين من سورة المائدة وهي آية بيئة الغدير يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس إن الله لا يهدي القوم الكافرين لا يهدي القوم الكافرين لا يهدي القوم الذين كفروا ببيعة الغدير الذين أنكروا بيعة الغدير هم كافرون إن الله لا يهدي القوم الكافرين وهم مستكبرون مستكبرون على ولاية علي هذا كفر مكرر فالذين لا يؤمنون بالآخرة بالرجعة قلوبهم منكرة كافرة وهم مستكبرون مستكبرون على ولاية علي هم كافرون وإنما استكبروا على ولاية علي لأنهم لا يفسرون القرآن بتفسير علي فحينئذ سينكرون الرجعة مثل ما يفعل هذا الأخرق ومن وراءه من مراجع النجف السفهاء ما هذا المنطق الذي يتحدث به هذا الأخرق هو منطق مراجع النجف وهو منطق مناقض بدرجة كاملة لبيئة الغدير ولتفسير علي لقرآنه فالذين لا يؤمنون بالآخرة قلوبهم منكرة كافرة وهم مستكبرون مستكبرون على ولاية علي فهم كافرون وكفرهم من هنا بدأ فحينما كفروا ببيعة الغدير ولم يأخذوا التفسير من علي كفروا بالرجعة ألا لعنة الله على عقائدهم ألا لعنة الله على منهجهم إنني أتحدث عن مراجع النجف وكربلاء ألا لعنة الله على عقائدهم ألا لعنة الله على منهجهم هذا هو القرآن وهذا تفسير القرآن أنتم شيعة لو طليان أنتم خرفان أنتم من يا نوع من يا نوع أنتم أنتم اللي يسمون نفسكم خدام الحسين أنتم من يا صنف طليان أصخور بقر ما هذا هو القرآن وهذا تفسير علي للقرآن وهذه هي بيعة الغدير وهؤلاء ينكرون بيعة الغدير وينقضون بيعة الغدير عمليا بألسنتهم يقولون شعرا في علي ما قيمة الشعر في علي نحن ما بايعنا علي أن نقول الشعر فيه نحن بايعنا علي أن نأخذ التفسير من أن يمدح الوائلي علي بشعر لكنه يأخذ التفسير من الفخر الرازي ومن سيد قوت وأن يأخذ منهجا عن الخوئ وعن محمد باقر الصدر هذه المناهج الضالة الناصبية التي جاءونا بها من الطوسي الذي جاءنا بها من الشوافع والمعتزلة هذا نقض لبيعة الغدير قد يتصور أتباع الشرازي أن الشرازية يختلف عن هؤلاء الشرازيون على نفس المنهج على نفس الضلال إن كان محمد الشرازي صادق الشرازي أبوهم أعمامهم على نفس المنهج هؤلاء على نفس المنهج على هذا المنهج الشافعي المعتزلي الطوسي على نفس المنهج لا يوجد فارق بين منهجهم ومنهج الخوئي والسيستاني لا يوجد أي فارق على وجه الإطلاق المنهج هو المنهج منهج الضلال ومنهج نقض بيعة الغدير أما هذا التظاهر بمسائل الولاية والبراءة هذه الضحكة العوبة هذه ولاية علي أن نلتزم ببيعة الغدير هذه ولاية علي وبيعة الغدير أن نأخذ تفسير القرآن من علي فقط وأن نجعل القرآن قاعدة معلوماتنا وأن نقيم كل الأشياء وفقا للقرآن المفسر بتفسيرهم وأن نأخذ عقائدنا من قرآنهم المفسر بتفسيرهم وليس بتفسير الفخر الرازي أو بتفسير سيد قوت أو بتفسير الخوئي أو بتفسير محمد باقر الصادر أو بتفسير غيرهم هذه تفسير ضلال هذه تفسير تقود إلى النار تخرج الإنسان من الإيمان التفسير الذي بايعنا عليه هو تفسير علي وآل علي فقط إذا أردتم أن تكونوا شيعة فهذا هو التشيع لعلي وآل علي أما الذي أنتم عليه هو تشيع للسستاني للشرازي للخوئي لمحمد باقر الصادر لفلان لفلان لعلان التشيع الحقيقي هو هذا ولذا أقول لكم ضموا صوتكم إلى صوتي ليس لأجلي أنا أنا لا أريد منكم شيئا ولست محتاجا لكم وإنما أقول لكم ضموا صوتكم إلى صوتي ما دمت قادرا على الحديث وما دامت هذه القناة تبث البرامج وتضع الحقائق بين أيديكم لا أدري متى تغلق لا أدري متى أموت لا أدري متى سأكون عاجزا لا أدري ولا أدري ما دمت قادرا على العمل وعلى الكلام والحديث وما دامت هذه المؤسسة الإعلامية في مجال نشاطها تتحرك في عملها وتقدم الحقائق بين أيديكم فضموا أصواتكم إلى صوتي ودعونا نصنع تيارا في الواقع الشيعي يدافع عن التشيع لعلي وآل علي في مواجهة هذا التشيع الأخرق الذي يسود الساحة ضموا أصواتكم إلى صوتي صدقوني لست أنا ذلك الأنموذج العجيب لكن في الواقع العملي الآن والمنظور لا يوجد أحد غيري يتحدث بهذا الاتجاه يتحدث عن التشيع لعلي وآل علي ويرفض التشيع لهؤلاء السفهاء من مراجع النجف وكربلاء الشخص الوحيد الذي يتحدث بجرأة وبوضوح وبعلم وبالحقائق والوثائق هو أنا فقط هذا الموجود على أرض الواقع لا يعني أنا تحفة نادرة أبدا ولكن هذا هو الموجود على أرض الواقع إذا وجدتم جهة أخرى تحدثكم وتدافعوا عن التشيع لعلي وآل علي وجدتم جهة أخرى أفضل مما يطرح في شاشة القمر فتوجهوا إليها وأنا سأكون معكم أتوجه إليها أيضا لكن على أرض الواقع في هذا الوقت في هذا الظرف لا يوجد عندكم جهة إلا هذه الجهة إلا هذه الشاشة وليس هناك من صوت مرتفع إلا هذا صوت فضموا أصواتكم إلى صوتي نصرة للتشيع لعلي وآل علي كي نستطيع على الأقل أن ندفع شرور أولئك إنهم يخططون للقضاء على أي أثر لهذا الفكر الذي يطرح عبر هذه الشاشة وهذا الفكر ما هو فكر جئت به من اليهود أو من النصارى أو جئت به من النواصب والمعتزلة كما فعل الطوسي ويفعل الآن مراجع النجاف أنا جئتكم بفكر نظيف من قرآن محمد وآل محمد المفسر بتفسيره ومن أدعيتهم وزياراتهم وأحاديثهم ورواياتهم وبرامجي موجودة وعلى عينك يا تاجر بإمكانكم أن تتأكدوا مما أقول بأنفسكم الكتب موجودة المصادر موجودة مواقعنا الألكترونية موجودة كل شيء موجود تحت أيديكم هذه هي الحقيقة إذا كنتم تبحثون عن الحقيقة وهذه هي الخدمة الحسينية التي يريدها الحسين لا هذا الهزال الذي أنتم عليه تضحكون على أنفسكم لا أريد أن أقول لكم أكثر من ذلك لكنني أذكركم بالآيتين الثامنة والثلاثين والتاسعة والثلاثين بعد البسملة من سورة النحل وأقسموا وأقسموا بالله جهد أيمانهم لا يبعث الله من يموت الإمام الصادق قال إنها في الرجعة بلى وعدا عليه حقا ولكن أكثر الناس لا يعلمون ليبين لهم الذي يختلفون فيه وليعلم الذين كفروا أنهم كانوا كاذبين في إنكارهم للرجعة أو في تقليلهم لشأن الرجعة أو في تشكيكهم بالرجعة مثلما يفعلوا وائليكم رجاءً أعيدوا بث الوثيقة أنا أقول لك أكو رواية الرواية هذه يشتند إلها واحد ممن كتب في هذا الموضوع يقول أن تفسير القمي تفسير القمي يقول إذا رجعت إذا رجع أهل البيت يعني في عالم الرجعة المتصور يخرج فلانا وفلانا يعني يقصد عائشة وحفصة ويجلدهما نعم يخرجهما يجلدهما للخطيئة لهذا التعبير زين دخلني نجي وحدة وحدة ما طول مرين بهذا الموضوع أولا هي مسألة الرجعة شنو أهميتها أو شنو مقدارها أو شنو موقعها في فكرنا ما أريد أناقش الموضوع ما تحظى بتلك المكانة يعني المشألة ما تحظى بتلك المعانة مجرد فهم من كتاب الله واجتناد إلى بعض الروايات التي قد لا تشلم